للحديث عن التظاهرات التي خرجت في ذيقار والعديد من المدن العراقية اليوم وإصرار القوات الأمنية على قمعها ينضم إلينا من بغداد علي عزيز عضو لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أهلا بك أستاذ علي معنا بداية أستاذ علي هل من معلومات لديكم عما يجري الآن في الناصرية في ذيقار تحديدا الناشطون تحدثوا عن جرحة أصيب بنيران القوات الأمنية ما مدى صحة هذه المعلومات والجديد لديك؟ نعم أدنى جرحة أدات كبيرة من الجرحة أدنى شهيد سقط كذلك في الناصرية الآن مأظم طبعا مناطق الناصرية هي وانتبضى دروة الانتفاضة هي في ساحة الحبوضي وسط الناصرية أبناء الناصرية لا يمكن أن يسكتون على أي ضيم أو ظلم وإحنا يمكننا أن نشاهد الثورة رجعت نارها توهجت بعد عمليات الاعتقال الإطالة بالعديد من الناشطين بالإضافة إلى الاعتقال عمليات تسجير المنازل للناشطين وعمليات الخطف لا تزال موجودة فلذلك الشارع رجع انتفاض وهذه المرة راح تكون العودة عودة أقوى من سابقاتها بحكم التجربة اللي اكتسبوها الثوار سواء في الناصرية أو باقي مدن العراق طيب ما المبرر لهذا العنف بحسب اعتقادكم طبعا هو العنف يمارس ضد الثوار وضد الناشطين وضد المتظاهرين بشكل عام من القوات الحكومية بشدة مسلمياتها بالإضافة إلى القوات الحكومية احنا نعلم الميليشيات ومات مارسة ضد الشعب العراقي بشكل عام يعني منذ 2003 ولحد الآن العنف يمارس لوئد أي روح وطنية داخل نفس أي مواطن عراقي وبالتالي أكيد يعني هذا الشيء اللي وصلنا له احنا في ثورة تشرين وبالتالي وئد ثورة تشرين وهذا الشيء ما ممكن أن يتم طبعا الروح الوطنية لا يمكن أن تقتل بالسلاح نعم سيد علي ماذا يعني عودة إقامة خيام الاعتصام في ساحة الحبوب من جديد ما الذي يعني لكم هذا الأمر المستجد نعم هذا يعني أنه الآن الشعب الذقاري للأشم البطل عاد إلى وسط مدينة مدينة الناصرية وسط الناصرية بساحة الحبوب وعاد نصب خيامة اللي هي أساسا مشروع تحدي ضد كل قوى السلطة الحاكمة سواء السلطة المحلية أو المركزية في بغداد هذا مشروع تحدي إنه إحنا يا حكومات يا نظام سياسي إنه إحنا ضدكم إلى آخر نقطة دم وإلى آخر نفس من أنفاسنا إحنا ضد العملية السياسية وهذا مشروع التحقي هذا ونصب الخيام والاعتصام هذا مؤقت هذا ممهد لثورة كبرى راح تكون يعني راح تكون متلافئة لكل الأخطاء والمطبات اللي وقعنا بها على مدى سنة وكم شهر راح يصير من ثورة التشريم الكاظمي قال مراراً إن حكومته عينها الشعب في المقابل نجد المشهد يسفر عن قمع واستمرار للاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين ما الذي يمكن فهمه عند المقارنة ما بين هتين الصورتين لا أبداً هذا الكلام غير صحيح هذا تزوير للحقيقة الكاظمي لم يعينه الشعب أبداً الكاظمي عينته السلطات الحزبية الحاكمة والمتنفدة والكتل الحزبية عينته مصطفى الكاظمي هو كان رئيس جهاز مخابرات وعضو باللجنة الأمنية بقيادة عادل عبد المهدي في حينها وهو شريك بقتل المتظاهرين سواء لما كان مدير جهاز مخابرات ولحد الآن هذا الكلام غير صحيح أبداً هذا مغالط ومغاير للحقيقة هذا الدعم لتظاهرات ذيقار سيد علي في كربلاء والبصرة والقادسية وغيرها من المناطق المنتفضة كيف سينعكس على الثورة ككل وإلى أي مدى استطاع متظاهر ذيقار أن يديروا دفة التظاهرات التي تنازلت بغداد عنها بعد القمع الحكومي والميليشيوي والإصرار على فتح ساحة التحرير طبعاً الوقفة مع أبناء ذيقار وتوار ذيقار بالتحديد هي أتت من النجف ومن كربلاء وقبلها من الحلة والكوت ومن ثم الديوانية والبصرة بالإضافة إلى بغداد بغداد لم تتنازل عن أي شيء يعني لم تتنازل عن الثورة ولا على المضاعرات بغداد ثوارها قمعوا وقتلوا وبغداد أكبر مدينة قدمت شهداء أكثر مدينة عفواً قدمت شهداء وقدمت وخطوفين وجرحة ومعاقين بغداد يعني نالت الجزء الأكبر من قمع السلطات لثوارها بغداد اليوم كذلك اليوم كانت فيها محاولة لإعادة التجمهر والتظاهر في ساحة الطيران لكن السلطات الحكومية قمعت الشباب اليوم وعتقلتهم دعنا نبقى في بغداد سيد محمد يعني ماذا يعني سيد علي إغلاق المتظاهرين طريق محمد القاسم تضامناً مع متظاهرين ناصرية هل هي خطوة رمزية أم يمكن أن تتطور بحسب توقعاتكم المحاولات المحاولات مستمرة في بغداد لدينا محاولات جرة نهار هذا اليوم ولدينا محاولات راح تكون صباح يوم الغد نهار يوم الغد كذلك محاولات مستمرة في بغداد وستكون من عدة محاور يعني إذا هذا اليوم كانت عن طريق محمد القاسم نزولا إلى ساحة الطيران يوم غد لا رح تكون من غير محور وبعد غد من غير محور بغداد إحنا نعتبرها هي طبعا هي عاصمة الأراق يعني ومركز القرار بغداد فلذلك إحنا عدنا بغداد تبقى هي هدفنا الرئيسي الهدف الرئيسي من التظاهر والتجمع لتثور ثائرة الثوار القاطمة على المنطقة الخضراء اللي هذا هدفنا هو إحنا هدفنا سيدي ليس هدف شكلي إحنا لسنا ضد أي حكومة إحنا الحكومات كلها ما تأنينا إحنا ثرنا ضد نظام سياسي برموته ضد عملية سياسية يعني اللي جاء بها المحتل الأمريكي سنة 2003 طيب أمام ما يجري إلى أين تمضي الثورة أستاذ علي باعتقادك المتشائمون كثر لكن هل تعتقد أنكم قادرون على التغيير في مقابل عنف السلطة والميليشيات المتواصل نعم نحن قادرون على التغيير إن شاء الله طريقنا ليس سهل وطريقنا ليس بسيط وليس طريق معبد بالورود طريقنا صعب أدنى مجرمين نحن نواجههم أدنى قتلة أدنى ناس ضعفيين أدنى ميليشيوين أدنى ناس يمتلكون روح الجريمة أدنى سلطات أسست قوائد على مدى 17 سنة والآن دخلنا سنة 18 هم يأسسون يملكون المال والإعلام والسلاح طريقنا صعب لكن إحنا قررنا أن نصير بهذا الطريق ولا بد أن يكون النصر حليفنا لأنه عمر الشعوب لم تهزم أمام حكومات وأمام قمع وأمام استعمار ميليشاوي لا بد أن تحرر من هذا الاستعمار الميليشاوي قدمنا ألف شهيد ومستعدون لأن نقدم عشرات الآلاف من الشهداء عضوى اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز كنت معنا عبر سكايب من بغداد شكرا جزيلا لك